قلنا وكررنا مراراً أن الثورة لم تصل إلى الرياضة المصرية في عام الثورة العظيمة انهارت كرة القدم المصرية تماماً خرج منتخب مصر بطل إفريقيا الدائم من تصفيات كأس الأمم على يدي النيجر وسير اليون وخسر الزمالك ثم الأهلي كأس دور رابطة الأبطال الإفريقي وخسر الإسماعيل وحرس الحدود كأس الاتحاد الإفريقي وخسر منتخب مصر كأس إفريقيا للشباب في المغرب واكتفى بالمركز الثالث ومعه بطاقة التأهل لنهاية دورة لندن الأولمبية 2012 ومعها نعود بعد عشرين عاماً من الغياب ولأن الأنظمة الفاسدة المزمنة جعلتنا محدود الطموح فرحنا بالتأهل حتى ولو كنا ثالث قرياً بعد جابون اتحاد الكرة الفاسد قتل اللعبة واللاعبين والمدربين والحكام وانتقل ليقتل الجماهير يطردها من المدرجات بالفعل أخلى الملاعب منها ونظرياً تقام مباراة القمة للأهل ضد الإسماعيل والزمالك ضد المصري في ملعب القاهرة الدولي ورأى أبواب مغلقة تنفيذاً للقرار التعسفي للاتحاد ضد الجمهور اليوم قررت وزارة الداخلية والتي تمثل الطرف الأصيل في برنامج ومسابقات الكرة المصرية بلا داعي وبلا معنى وزارة الداخلية قررت تأجيل مباراة الأهل والإسماعيلي من يوم الثلاثاء إلى أجل غير مسمى وستؤكد أيضاً قرارها بتأجيل مباراة الزمالك والمصري الأسبوع المقبل الجماهير العاشقة لكرة القدم وللأندية الأهل والزمالك والاتحاد والمصري والإسماعيلي عانت الأمرين من كل العناصر الرافضة لوجود أي سعادة في الشارع المصري حتى الشرطة حاربت الجماهير بقسوة وتربص وانتقامية واعتدت عليها بوحشية مراراً وكانت حادثة ضرب جماهير الأهلي بعد لقاء كيما أسوان في الكأس نقطة سوداء في تاريخ الشرطة المصبوغة أساساً بالسواد في عام 2011 في الميادين والشوارع والملاعب وبالمناسبة هي نفس الشرطة التي تخاذلت بغرابة في أكتوبر قبل الماضي أمام شغب جماهير الترجي التونسي في القاهرة وتحملت اعتداءاتها وهكذا الشرطة التي تركت جماهير الترجي كما ترون على الشاشة تعتدي وتكاد تقتل اثنين من رجال الحماية المدنية المصريين الشرطة التي تخاذلت في ذلك الموقف هي التي ترتدي دائماً في ياب الأسد على المصريين لا سيما المسالمين منهم وبالمناسبة أيضاً صباح اليوم كرر جمهور الترجي في اليابان نفس أفعالهم السيئة في القاهرة بعد خساراتهم اثنين واحد أمام السد القطري في كأس العالم للأندية وتلقى المشاغبون التوانس درساً قاسياً من الشرطة اليابانية التي لا تعرف الوحشية والانتقامية ولا تعرف الهزار ولا اتخاذ